موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعده فلما حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الوفاة دخل عليه بعض أرحامه فقال له لقد تركت أولادك فقراء فقال يعني وكأنه لم يترك لهم شيئا من الدنيا فقال عمر بن عبد العزيز قد عرضت نفسي على الدنيا فأراني إن تركت لهم شيئا من الدنيا تركت لهم شيئا من أموال المسلمين وأولادي أحد رجلي فإن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك فلم أكن لأعينهم بهذا المال على مساخط الله تعالى فانظر إلى هذا الموقف من هذا الرجل الرائع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو أحد نجباء الخلفاء من بعد الخلفاء الراشدين الكرام ومناقب عمر بن عبد العزيز كثيرة وعديدة ليس هذا محل ذكرها لكن أنا أذكر هذا الموقف فقط أنه لما حضرته الوفاة بعض أرحامه يقول له لماذا لم تترك لهم شيئا من الدنيا فعمر بن عبد العزيز كان مدللا منعما عمر بن عبد العزيز أولد في مصر كان أبوه عبد العزيز بن مروان كان والي مصر فأولد عمر بن عبد العزيز في مصر وتولى خلافة أو الإمارة بعد موت أبيه ثم بعد ذلك تولى خلافة المسلمين وكان فتى منعما مدللا فلما ولي الخلافة أقبل على الله عز وجل فانظر إلى هذا الموقف فقال أن أولادي أحد رجلي إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك فلم أكن لأعينهم بهذا المال على مساخته سبحانه وتعالى فانظر كذلك إلى هذا الموقف من هذا الرجل الرائع عمر بن عبد العزيز كيف أنه يوصي وكان قد عمل على صلاح أولاده كان أولاد عمر بن عبد العزيز ممن يضرب به المثل في حسن الأخلاق والديانة وسعة الرزق بعد ذلك كانوا فقراء ثم بعد ذلك امتنى الله عز وجل عليهم بالمال الوفير كذلك نرى الحسن البصري رحمة الله عليه الحسن أعطي شربة ماء فنظر فيها فبكى فقيل له ما يبكيك يا أبا سعيد قال تذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين دي أمنية أهل النار فالحسن لما أراد أن يشرب فتذكر هذا المعنى تذكر هذه الآية بكى حتى أغشي عليه رحمة الله عليه لماذا؟ هذا القرآن يا أخواننا كما نقول يخاطب أحياء القلوب الربيع بن غثيم رحمة الله عليه أحد نجباء تلامذة عبد الله بن مسعود مر يوما على أسواق الحدادين فرأى هذه النار ورأى شدة حرها فتذكر قول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرة وتخيل النار عايزة تشوف الناس الكفار دول عايزة تأكلهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرة النار متغازة عايزة تأكله فالربيع بن غثيم لما حضر هذا المعنى عنده ومر على هذا الموقف أيضا أغشي عليه فعاده عبد الله بن مسعود من صلاة الظهر إلى العصر فما أفاق فعاده من العصر إلى المغرب فما أفاق فعاده من المغرب إلى العشاء فما أفاق ليه؟ زي ما قلت جهاز الاستقبال عند هؤلاء كان سليم جهاز الاستقبال اللي هو القلب القلب ده هو جهاز الاستقبال لهذه المعانى الربانية فالجهاز كان شغل كويس لذا كانوا يتأثرون بكل هذه المعانى كانوا يتأثرون بهذه المعانى السامية كذلك مر أو مشى هرم بن حيان مشى على قوم وهم يصهرون الحديد فلما حضر أو رأى ذلك الموقف جعل يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار حتى أغشي عليه حتى أغشي عليه زي ما قلنا كل شيء يا أخوانا كل شيء في هذه الحياة يدل على الآخرة كل شيء في هذه الحياة يحرك لذكر الآخرة أنت عارف أنت أي أصحاب مهنة إذا دخلوا إلى مكان بيبدأوا كل واحد منهم بيبص على الحاجة اللي تخصه يعني مثلا لو واحد مثلا بتاع محارة أو واحد بنا دخل على شقة يعني إيه؟ أول حاجة يقعد يبص على الحطان يبص على الحطان كده واحد تاني بتاع كرانيش ليه دخل عملي بيبص على اللزقف واحد تاني نقاش ليه برضو عملي بيبص على الحطان واحد مبلت ليه عملي بيبص على الأرض ليه؟ كل شيء كل صاحب مهنة مرتبط بالمهنة بتاعته كذلك كل ما في الدنيا يحرك لذكر الآخرة يعني الإنسان مثلا لو النور أطع عليه أول حاجة يفتكرها القبر طيب لو سمع ضوضاء شديدة جدا يتذكر مثلا موقف القيامة أو إذا مثلا كان فيه حر شديد جدا تذكر الهول ومثلا القيامة والموقف والعرق إلى غير ذلك فكل شيء في الدنيا يحرك لذكر الآخرة فالمفروض إنسان العاقل يفهم هذه المعاني ليس أنه يتعدي كده عليه حتى نحاول بقادمة صحة نعدل جهاز الاستقبال عندنا فهرم كما قلت ابن حيان هذا لما مر على أسواق الحددين أيضا جعل يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار ووقف الآخرة شديد كان علي رضي الله عنه يقول ود الكافر يوم القيامة أل لو ذهب به إلى النار ليه؟ الموقف شديد كان يقول الكافر ربي أرحني ولو إلى النار بس موقف صعب جدا أخير أنت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أنت لو قفت على رجلك نصف ساعة متواصلة عظمك كله بيبدأ ينشر يبدأ يتعبك طيب فما بالك بقى بيوم كان مقداره خمسين ألف سنة وتدن الشمس من الرؤوس والعرق يلجم الناس الجامع فالعاقل يا أخوانا والذي كما قلت يأخذ العبرة والعظات مما يرى ويلحظ في الدنيا فإن كل هذه الأشياء تحرك إلى ذكر الآخرة كذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لولا المصائب لوردنا إلى الآخرة مفاليس لولا أن ربنا جعل المصائب في حياة الإنسان لوردنا إلى الآخرة مفاليس بمعنى أن ربنا جعل كل واحد مننا عنده مصيبة أو عنده ابتلاء في أمر ما وهذا البلاء فيه رفعة للدرجات وهو أنك لن تصب بمصيبة إلا كفر الله عز وجل عنك بها خطاياك حتى الشوكة تخيل الشوكة يشاكها الرجل يكفر الله عز وجل عنه كذلك من الذنوب فكل حاجة في الدنيا كل حاجة في الدنيا تحرك إلى ذكر الآخرة وكما قلت ينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يحاول قدر استطاعته أن يأخذ العظة العظات والعبر من هذه الحياة التي تسوقه وتأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى لماذا يا إخوانا لا نعمل أفكارنا في مثلا ملكوت الله أو في البخلوقات التفكر في عظمة الله وفي نعمته أرع عظيم لذلك قيل لأم الدرداء أي عبادتي أبي الدرداء كانت أجل قالت التفكر وقد قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبر ما فيها زي ما احنا بقول الآيات دي بتخاطب قلبك الإنسان يبدأ يتفكر في ملكوت الله من العبادات الضائعة هي التفكر عبادته التفكر أنك إنت مثلا تستلقي على ظهرك مثلا يعني وتبدأ تنظرك إلى السماء يا أمر جلل فهذه من العبادات الضائعة فانظر إلى مواقف السلف وقيفها أن كل ما كانوا يمرون به كانوا يفعلونه إلى ذكر الآخرة قلنا أن الحسن البصري كان يمر على سواق الحددين أو مثلا لما جئ له بشربة ماء فتذكر مقولة أهل النار أو أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا هارم بن حيان كذلك ذكرنا أيضا بعض هذه المواقف للربيع بن خثيم لما مر على أسواق الحددين إلى غير ذلك فهؤلاء السلف كما نقول كانوا يفعلون هذه النصوص لذكر الآخرة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا